طب هل ممكن نقول إنه مسرح الأستاذ عصام السيد يتميز بي؟ أنا بحاول الحقيقة أعمل تجاه خاص بي يعني بحاول أستفيد من الظواهر الشعبية المصرية الرجوز وخيال الدل وكده مش بيطلعها هي على المسرح إنما هي لها روح معينة روح شفافة كده جديلة مرتبطة بالناس قوي بتتكلم في مشاكل الناس دايما في تفاعل بينها وبين المجتمع في أسلوب لها في تقديم القضايا زائد إن أنا بحاول أستفيد برضو من التجارب العالمية يعني بحاول أمزل ما بين الاتنين في أسلوب خاص مين من المخرجين المصريين اللي حالك تأثرت بيهم عكتر؟ الأستاذ حسن عبد السلام هو ده بالتحديد طبعا ده أنا اشتغلت معا مساعد فترة طويلة لماذا؟ يعني لماذا هذا التمايز؟ اشتغلت مع الأستاذ حسن فترة طويلة جدا أنا أستاذ حسن كان يعني الحقيقة شخص مبدع قوي وقدم حاجات مختلفة ومتنوعة كتير وشخص على المستوى الإنساني كمان كان شخص يعني كان بالنسبة لي أب ومعلم وأستاذ وكل حاجة فأنا بدين ليه بالفضل الحقيقة قوي يعني التمايز بالنسبة للمخرج المسرحي يعني مثلا هنقول أستاذ حسن عبد السلام كان يتميز بي حضرتك بتتميز بي والمخرجين الحاليين يعني ممكن تحدد لي كده كم صفة؟ الأستاذ حسن كان بيتمهز بخفض الدم الشديدة دي نمرة واحد نمرة اتنين ودين صرفت على أعماله يعني طبعا طبعا يعني سيقى بحدش يقدر ينسى سيدة الجميلة رومي جوليت موسيكا في حي الشرق المتزوجون الحاجات الجميلة خالص الأعمال الأستاذ حسن وزايد أنه كان ليه قاع خاص جدا يعني ما كانش المسرح عنده بيهدى دايما فيه حركة دائبة وفيه ميزانسين سريع جدا ومتلاحق وبيهتم بأنه يطلع من يوسل في صورة مختلفة يعني أكيد مادام شوكار قبل سيدة الجميلة غير مادام شوكار بعد سيدة الجميلة وهكذا نفس الحكاية عملها مع السلاسي السلاسي قبل ما يشتغلوا مع الأستاذ حسن كانوا بيعملوا سكيتشات أو المسرحية عملها لهم كانت هو اللي عملها لهم وبقوا بيعملوا مسرحة فالحقيقة هو كان شخص مبدع إقاعه سريع بيهتمل بالموسل اللي يطلعه في أحسن صورة تفاصيل كتيرة جدا عند الأستاذ حسن عبد السلاب كل مخرج بيتميز بحاجة يعني فيه جوانب تميز عند كل مخرج بيتفرقوا عن مخرج آخر صحيح